مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تتأثر المملكة أو استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا وجافة ومغضرة في مقدمة منخفة جوي خماسيني وذروة الطقس ستكون الطقس الحار يوم الخميس بإذن الله وأيضا تتزايد نسب الغبار في الأجواء وأيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبب بإذن الله مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة كانت يوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس تحت تأثير كتلة هوائية حارة وجافة ومغضرة في مقدمة المنقفض الجوي الخماسيني أما الأماكن التي سيحدث فيها الهطول طبعا الهطول سيحدث نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستتأثر بها المملكة يوم السبب وبالتالي الهطول متوقعا يكون يوم السبب في ساعات الظهيرة والظهر وما بعد الظهر في المناطق الجنوبية بعد ذلك يشتد في المناطق الجنوبية في المساء وقد يصل إلى بعض المناطق الوسطى والشمالية الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء دافئة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها حوالي 11 درجة مئوية والصغر المتوقعة 23 درجة مئوية وأيضا الأجواء جافة والرطوبة النسبية منخفضة حوالي 24% أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الخميس أجواء حارة جافة مغبرة مع ظهور بعض السحب العالية ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 إلى 35 والصغر أيضا أعلى من معدل بتكون الصغر بالليل أجواء دافئة والصغر بحدود 22 درجة مئوية لكن يوم الجمعة فيه هناك انخفاض على درجات الحرارة تتأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى وبتكون العظمى في عمام بحدود ما بين 25 إلى 27 والصغر بحدود 17 درجة لكن يوم الجمعة تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل الساب تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بتكون الأجواء غائمة جزئيا وفي ساعات الظهر وما بعد الظهر تسقط زخات رعدية من المطار بدءا من المناطق الجنوبية تمتد إلى المناطق الوسطى وبعض المناطق المتفرقة من المملكة الأمطار بتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا خاصة بعد ظهر يوم السابت ومساء يوم السابت وليلة السابت على الاثنين أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغر المتوقعة في الأماكن المختلفة المناطق الشمالية أجواء حارة جافة مغضرة العظمى في أربط 38 والصغر 22 عجلون 36-22 جرش 36-23 والمفرق 34-22 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى البلقاء 35-22 مأدبة 33-22 عمان 33-22 والزرقاء 35-22 أجواء حارة جافة مغضرة والبحر الميت والأغوار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 42-28 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية الكرك 33-20 الطفيل 33-21 الشراح 30-18 معان 32-21 ولقب أجواء حارة 41 إلى شديدة الحرارة العظمى 41 والصغرى 21 درجة مئوية المنطقة الشرقية من المملكة أجواء حارة جافة مغضرة الأزرق 36-21 الصفاوي 35-20 والرويشد 34 إلى 21 درجة مئوية أما التوصيات التي تصاحب هذه الحالة الجوية وكذلك النصائح ينصح بتجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس أيضا عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة وأيضا نرجو من الجميع عدم رمي أعقاب السقائر في المناطق الأعشاب الجافة والانتباه أيضا لمرضى الجهاز التنفسي والعيون جراء ارتفاع تركيز الغبار في الجو مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه ترجمة نانسي قنقر